مرحبا أصدقائي أنا حسن اليوم لن أقص عليكم قصتي بل قصة ابنة عمي رشا المسكينة كلما أتذكر ما حدث معها أشعر بالحزن والأساء دعوني أخبركم ما حدث لها كانت رشا فتاة ملتزمة وعمي يعمل معلما في مدرسة أزهرية ونسكن في منزل واحد وفي أحد الأيام كنت في طريقي عائدا إلى المنزل حتى رأيت معاذ جارنا يسير خلف رشا التي تسير بخطوات سريعة اقتربت من معاذ قائلا بحدة ماذا تريد من ابنة عمي ولما تسير خلفها هل كل من يسير في هذا الطريق يقصد السير وراء ابنة عمك؟ لا ولكن الجميع يعلم من أنت يا معاذ ويعلم تاريخك سيء في هذا الشارع رشا لا تناسبك اذهب واله مع أمثالك وإن رأيتك تقترب منها مجددا سأجعلك تندأ تركته وأنا أستمع لقهقهته المقززة فالجميع يعلم أن معاذ فتنسي السمعة يركض خلف كل ما هو مخالف ومضر يلعب بالفتيات ولا يترك معصية إلا وقد فعلها بعدما عدت إلى المنزل تناولنا الطعام جميعا فكما أخبرتكم سابقا أننا نسكن بنفس المنزل نحن وعمي وجدي وفي المساء كنا نجلس حتى سمعنا طرق باب المنزل ذهب علي أخارش الأصغر ليفتح الباب وصدمت عندما وجدت معاذ الطارق ذهبت إليه قائلا بغضب ماذا تفعل هنا؟ ألم أخبرك في الصباح أن تبتعد عنه؟ لقد أتيت لأتحدث مع والدي الآن السارشة وأظن أن هذا لا يعنيك وقبل أن أتحدث تدخل عمي وسمح له بالدخول ثم أردف معاذ قائلا أعتذر على قدومي دون معاذ ولكني أتيت لأطلب يد ابنتك رشا لست موافق هيا أخرج من المنزل وأنا أمرك أن تبتعد عن ابنتي لقد أخبرني حسن بما فعلته في الصباح مع رشا وهذا آخر تحذير لك يا معاذ نظر لي معاذ بحدة وخرج من المنزل دون التفوه بكلمة على آخر الزمن أزوج ابنتي الوحيدة لمعاذ هذا مستحيل أن يحدث قاطعه أبي قائلا اهدأ يا أخي لا تقلق لن يحدث شيء كيف لا أقلق؟ أنت تعلم معاذ وما يفعله وبمجرد أن يضع شيئا في رأسه ينفذه لقد خفت على ابنتي فهي وحيدة ولا أريد خسارتها ربت على كتف عمي قائلا لن يحدث لها مكروه لا تقلق رشى أختي وسأحافظ عليها أو مأعمي وذهب لشقته في الطابق الثاني وذهبت لغرفتي كي أخلد للنوم وأنا أفكر فيما قد يحدث فمعاذ يرفض الهزيمة والرفض ولكم أن تتخيلوا أعزائي أن يذهب لكي يطلب يد فتا ويرفض هذه إهانة بالنسبة له وبعد يومين كنت جالسا على المقهى حتى وجدته يجلس أمامي قائلا أبلغ عمك أنني لن أتنسى هذه الإهانة وسأجعله يبكي دما على ابنته إن اقتربت منها يا معاذ ستندام أنا أحذرك ضحك بسخرية وذهب شعرت بالقلق إنه يستطيع فعل أي شيء في الجانب الآخر ذهب معاذ إلى بيت رجل يقتن بأطراف البلدة يهابه الجميع طرق معاذ باب منزله بيد مرتعشة حتى فتح قال معاذ هل الشيخ الصياد متواجد؟ أدخل يا معاذ وأغلق باب المنزل خلفك دخل وأغلق الباب ثم جلس أمام الدجال الذي يسمى الصياد ثم تحدث أعلم لما أتيت ولكي تحصل على ما تريد لدي بضع طلبات يجب عليك تنفيذها أولا وما هذه الطلبات يا شيخ؟ أريدك أن تشتري ثلاثة حمامات وتقوم بذبحهم أمام الحمام وترسم بدمائه دائرة وتضع حولها شموع وتجلس بداخلها مغمض العينين ومهما سمعت لا تفتح عيناك ولا تتحدث تظل هكذا حتى تختفي الأصوات وتفعل هذا لمدة ثلاثة أيام وبعدها تأتيني بشيء منها ملابس خصلة الشعر أي شيء فيه رائحتها وسأعطيك مطلبك الذي سيجعلها تأتي إليك وتتوسلك لكي تتزوجها ابتسم معاذ بخبث وشكر الدجال وخرج من منزله واتجه لبائع الحمام أخذ كمية الحمام التي يريدها ثم ذهب لمنزله وظل جالساً ينظر لساعة الحائط منتظرها أن تأتي لمنتصف الليل حتى يبدأ مهمته وبالفعل بمجرد ما أتت الثانية عشر أخذ الحمام وذهب للمرحاض وذبح ثلاثة ورسم بدمهم دائرة وبضع الشموع ثم جلس بداخل الدائرة وأغمض عينيه بدأ يسمع أصوات صراخ ونباح كلاب وصوت ذئاب كما سمع أصوات أشخاص تتألع استمرت هذه الأصوات لدقائق حتى اختفت فتح عينيه ونظف المرحاض وحاول الخلود للنوم لكنه فشل مر يوما وهو يفعل هذا باستمرار حتى فعلها ثلاثة مرات وهكذا لم يتبقى سوى شيء من رائحتها فقط وفي يوم كانت رشع عائدة من الجامعة مر بجانبها شاب وشد حقيبتها وركض بأسرع ما يمكن وهنا ظهر معاذ في الصورة وركض خلف الشاب ثم اختفوا عن الأنظار وبعد دقائق عاد معاذ وبيده حقيبتها قائلا خذي حقيبتك ها هي وانتبهي لنفسك يا رشع تعجبت من تصرفه لكنها انصرفت فورا ذهب معاذ لمنزله وأخرج منديلا قام باختلاسه من حقيبة رشع أجال لقد كانت خدعة حتى يتمكن من أخذ شيء يخصها ثم ذهب للدجال الذي ابتسم برضى على ما فعله معاذ وقال هذا حجاب ضعه أسفل الوسادة التي تنام عليها وهذا الترياق ضعه أمام منزلها ولكن تأكد أنها أول شخص سيسير على هذا الترياق حسنا شكرا لك خرج معاذ وفعل مثل ما قال له الدجال ذهب ووضع الترياق قبل أن تذهب إلى جامعتها بدقائق وقبل أن يخلد للنوم وضع الحجاب أسفل وسادته وخلد للنوم أما عن رش المسكينة لم تستطع النوم هذه الليلة كانت تحلم بقطة سوداء ذات عيون حمراء مرعبة وبين هؤلاء القطة رأت معاذ يقترب منها تراجعت للخلف حتى سقطت من شيء مرتفع استيقظت فزعة مما رأت تجمع الجميع حولها وأخبرتهم بما شاهدته في الحل سعق الجميع بما فيهم أنا وشعرت أن معاذ خلف ما يحدث مر يوما وأصبحت رشا دائما شاردة وتصرخ فجأة بلا سباب ثم تضحك بصوت مرتفع أصبحت تغضب بشدة وتركت صلاتها وبيوم قررت والدتي وزوجة عمي أن يذهبوا بها إلى شيخ يقرأ عليها بعض القرآن وعندما وصلوا ورآها الشيخ قال لقد عمل لها عملا سفلي صعبا للغاية ويجب فكه وإلا سيحدث أشياء كارثية أجل أيها الشيخ إنها ابنتي الوحيدة أرجوك فك هذا العمال بدأ الشيخ يتلو آيات القرآن الكريم عليها وعلى بعض المياه ثم جعلها تغتسل بهذه المياه وتشرب منها كل يوم كانت تذهب رشا لهذا الشيخ حتى مر أسبوع هدأت قليلا وعادت لرجدها وبعد تعافي رشا قرر عمي أن ينتقل لمنزل آخر بعيدا عن معاذ وبالفعل انتقل والآن نذهب إليه دائما حتى نطمئن عليهم وهنا تنتهي قصة ابنة عمي رشا لو لا تدخل والدتها وذهابهم للشيخ كان الوضع سيزداد سؤال أتمنى أن تكون قصتي قد نالت أعجابكم اليوم أصدقائي إلى اللقاء في قصة جديدة